اشتركوا في القناة كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أسعد أوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن نهار اليوم انتشرت كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في عموم مناطق المملكة هي ناتجة عن تأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي عملت هذه الغيوم على طول زخات خفيفة ومحلية الطابع من الأمطار يتوقع أن تستمر هذه الغيوم بالانتشار في عموم مناطق المملكة خلال الأيام القليلة القادمة أيضا ارتفعت درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع ويتوقع أن تنخفض بشكل ملموس اعتبارا من يوم السلطة فصيله نستعرض في هذه الخرائط لتوزيع درجة الحرارة عفواً المتوقعة من نهار اليوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع القادم يوم الجمعة استمرت درجات الحرارة حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام طقس خريفي معتدل خلال ساعة النهار كنماء للحرارة خلال ساعات الظهيرة والعصر لكن اعتبارا من يوم السلطة تتحرك هذه التيارات الغربية نحو المملكة وعموم منطقة بلاد الشام تعمل انخفاض واضح على درجات الحرارة يوم السلطة لتصبح من جديد أقل من معدلتها لمثل هذا الوقت من العام يسود طقس خريفي معتدل خلال ساعة النهار بارد إلى بارد نسبيا خلال ساعات الليل يوم الأحد لا تغير الحال الجوية تستمر درجات الحرارة أقل من معدلتها مثل هذا الوقت العام ويستمر انتشار لكمية من الغيوم المتوسطة والعالية في عموم مناطق المملكة التي قد تعمل على هطول بعض زخات من الأمطار المحلية التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء مستقرة بشكل عام ما تفرق لبعض الغيوم مع 16 درجة مئوية كحرارة دنيا أما حسوسة حوالي 15 رطوبة حوالي 60% والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل بالنسبة لتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ثلاثة أيام القادمة يوم السبت تنتشر كميات من الغيوم المتوسطة والعالية مع أجواء غائمة جزئيا تنخفض نهارا تسجل 22 درجة مئوية أما ليلة 15 أجواء غائمة يوم الأحد 23 إلى 17 ويوم الأثنين ترتفع لسجل 27 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 17 درجة مئوية مع فرصة ليطول بعض زخات الأمطار الخفيفة توقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم غد السبت نبدأها من المنطقة الشمالية المفرق 25 إلى 14 إربد 24 إلى 15 ونفس الأجواء والحرارة تقريبا في جرش وعجل 22 إلى 15 مع انتشار لكمية من الغيوم المتوسطة والعالية التي قد تعمل على هطول بعض زخات من الأمطار الزرقاء 25 إلى 16 البلقاء 22 إلى 16 نفس الأجواء والحرارة في العاصمة عمان مأدبة 23 إلى 14 والباقي 29 إلى 23 درجة مئوية مع انتشار لكمية من الغيوم المتوسطة والعالية المنطقة الجنوبية أجواء غائمة بشكل عام الكارك 22 إلى 15 الطفيلة 22 إلى 15 أيضا الشوبك 20 إلى 14 معان 25 إلى 17 والعقبة 31 إلى 24 كما ذكرنا أجواء غائمة مع فرصة ليطول بعض زخات من الأمطار المحلية شرقا نحو الأزرق 27 إلى 15 الصفاوي 26 إلى 13 ونفس الأجواء والحرارات في أرويشد مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة لهطول بعض زخات من الأمطار المحلية كان هذا كل ما لدينا لحد الآن إلى اللقاء الاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري المترجم للقناة